من معاردي النظام السابق اللي استفادوا من سقوطه أنا أحد معاردي النظام السابق وبوية أحد معاردي النظام السابق واستفدت من سقوط النظام السابق شاذريني على الفايدة بقى أنا بسألك فين هي الفايدة؟ أنا بسألك ما أنا عايز أقول لك في طفيح وفئ أو فاقتك والله يا العظيم لو جبيتك게 هاخدها وروح هات الفاChr hasta وانا امسي فين الفايدة؟ أنا كنت أحد عوامل أو كنت أحد أدى كده من شعب مصر اللي هو قفيهت في حرية يعني بترفض حرية يعني بترفض نعم بترفض اللي هو ايه اللي هو الجملة انا احب معارض النظام السابق انا ما استفدتش من نسقوط خلص يعني بترفض لا يوجد في مصر احزاب معارضة ده غير موافقة بس استثناء ارجوكم مرة اخرى انتهى عصر الحزب الحاكم اللي قدامه حزب معارض يعني ده معناه انه ما فيش حزب حاكم ما يبقاش فيه احزاب معارضة لا فيه احزاب ليه بتسموها معارضة لانها بتعارض السلطة لا الاحزاب مهمتها انها تخش بقى الانتخابات اللي جاية تاخد اغلبية تشكل حكومة وبعد كده لما يبقى في انتخابات رياسة تبدأ ترشح ناسها احنا لسه بدقين الكتاب بتاع الممارسة الديمقراطية الحقيقية من اوله من اول وجديد كل مصر يا سيدتي كل مصر ممكن اي حزب احطر في ناس بتعارضه بس احنا كحزب الوف انا اللي بقى احزاب الموجودة على الارض دلوقتي كارتونية ما فيهاش حزب بيعارض ما فيش حزب بيعارض مع كامل احترام من الهزب الوف بعد ازنا مع كامل احترام من الهزب الوف اذا كان المطلوب على شنبان انها نقف اعطل تطور البلاب احنا مش بتوع مناظر أمالي بتقولي حزاب كورتونية ليه مش بالنادي بالمناظر أمالي بتقولي حزاب كورتونية ليه بقى فين دورهم على الأرض اللي هو إيه خلينا ناخد السؤال اللي بعد اللي هو إيه دورهم خلينا ناخد السؤال لا مش هناخد السؤال اللي بعد لا لا رد على اللي هو إيه دورهم بقى أنا حقف في حياتك ايه هو دورهم عشان وقت البرنامج فعلا طيب مش تفضلي عشان وقت البرنامج بس هو مين اللي هو بس أكتافل وقتي لا عشان كمان مش عايزين نزهر مين لابا سكتها في الوقتي؟ لا أقول لك أنا بقى يعملوا إيه على أفضل وحركة